بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قلنا أنه ينبغي أن نعيد النظر في مفهومنا للفقر والغنى فالمؤمن السالك إلى الله إن جاءه شيء من الفقر صبر وثبت مع الرضا والأخذ بالأسباب وإن فتح عليه بشيء من الدنيا شكر وأدى حقه وهذه هي أقل مراتب أهل الله هذه في بدايات السلوك إلى الله وهناك من الصالحين من إذا أقبلت الدنيا إليهم وفتحت عليهم خافوا وقالوا لعله دنب عُجلت عقوبته وإذا جاء الفقر وقلة ذات اليد قالوا الحمد لله شعار الصالحين قد أقبل علينا والأرقى من هذا وذاك أن يستوي عند المؤمن الفقر والغنى والجدة والعدم هذا حال أهل الأنس والرضا بالله عز وجل أن الوجد والعدم عندهم سواء إن وجدت الدنيا أخذها وبدلها في محلها وإن فقدت فالحمد لله ما فقد شيء لأن قلبه معمور بالله بعد ذلك نتحدث عن مقياس صلة المؤمن السالك إلى الله مع الناس والمجتمع الذي يعيش فيه مقياس القبول والرفض والارتياح والضجر المؤمن لا يرضى أن يؤسر بتعاملات الناس معه هذا مدحه أخذ قلبه هذا ذمه أخذ قلبه هذا أحسن إليه امتلك مشاعره بالرضا والسرور وهذا أساء إليه امتلك مشاعره بالكره والغضب المؤمن حاله غير المؤمن يعيش مع الله فلان من الناس أحسن إلي سبحان من ساقه ليحسن إلي اللهم لك الحمد شكرا ونشكر من أجرى الله لنا النعمة على يديه جزاك الله عني خيرا أجرى الله مديحك على لسان أحد بالثناء عليك سبحان من أظهر الجميل وسطر القبيح يا ربي لو كنت أطلعتهم على بعض مساوئي ما كان يمكن لهؤلاء أن يمدحوني لا أقبل أن أغتر بمدح زيد وعمر أنا أعرف بما عندي يقول الحسن البصري الأحمق من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس هذا بالنسبة لثناء الناس عليك فماذا بالنسبة للذنب المؤمن السالك إلى الله مجغول بحاله مع الله ويطلب القرب من الله انظر إلى حالك مع الله واصدق مع الله قد لا يكون الشيء الذي قاله من زمك هو ليس فيك لكن هناك أشياء سيئة فيك كلنا فينا مساوئ تذكر وقل يمكن أن تكون هذه الخصلة ليست في ولكن أظن أن في أشياء أخرى أسوأ وأسوأ ولعل الله صلته علي ليكفر ذنوبي أو لعل الله صلته علي ليذكرني حتى أن تبه بعد ذلك إما أن تتعامل بالصبر جزاك الله خيرا وتنسحب أو تقول الحمد لله من كرم الله أنساق هذا الذي أساء إلي كي ينبهني يا ربي أجسه عني خير الجزاء يا ربي أصلح شأنه يا ربي بلغه من فضلك وإحسانك ما أنت له أهل يا ربي أكرمه نعم تقول يا ربي أكرمه والأفضل أن تفكر ما هو الأرض لله الأرض لله أن تستفيد من كلامه مهما غضبت أن تفكر في الكلام الذي قاله هل فيه شيء صحيح ولو بنسبة ضئيلة وتقول يا ربي كما أرسلت إلي من ينبهني أعني على التخلص مما أنا فيه هذا أرض لله وأقرب إليه كل ما يسيء لك أحد تبسم في وجهه واستحضر حالك مع الله فكر ما الذي يرضي الله في الرد قبل أن ترد رزقنا الله وإياكم القول الحسن في الدنيا والآخرة كذلك يقول أهل الله إن من أهم الأمور للمؤمن السالك إلى الله في مسألة التعامل مع الناس أن يحكم ميزان القبول والرد في تعامله معهم وتفصيل ذلك في حديثنا القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة